تعز لا تزال في دائرة الخطر فمخطط تمزيقها وضرب نسيجها الاجتماعي سار على قدم قوات طارق وساق كتائب أبو العباس والداعم كالعادة الإمارات لا جديد في قصة المؤامرة على هذه المحافظة سوى استمرارها لكن التحركات المشبوهة في سواحل تعز ومناطق الحجرية دفعت محافظها الأسبق لدق ناقوس تحذير أكد فيه بأن ما يعد لتعز مخطط جهنمي قوات طارق الوجه الآخر لسياسة الأئمة يطل برأسه من جديد بحسب وصف علي المعمري محافظ تعز الأسبق الذي دون على صفحته بالفيسبوك تفاصيل عن المخطط فسواحل غرب تعز ومناطق الحجرية ساحتان تم اختيارهما لتنفيذ الخطة الإماراتية حيث جرت خلال الفترة الماضية عمليات توطين كبيرة بهدف التغيير الديمغرافي في السواحل من خلال السيطرة على أراض شاسعة وبناء وحدات سكنية جعلت من غرب تعز دولة تتبع الإمارات بتوصيف المعمري التغيير الديمغرافي في غرب تعز تزامن مع عمليات استئجار منازل وشراء أراض في مناطق الحجرية لأفراد في ميليشيا طارق ودفع مبالغ طائلة بدعم من قوى تدعي محاربة الحوثي بينما تسعى في الواقع كما يقول المعمري لتمزيق جبهة الشرعية وضربها عسكريا القوى المعادية لتعز بتأكيد المحافظ الأسبق تستخدم جريمة قتل الشهيد الحمادي غطاء لإشعال صراع دام في الحجرية تحت حجة الثأر لدم الحمادي وهو ما يستدعي من الجميع التكاتف في جبهة واحدة لمنع محاولات دفع تعز نحو مجهول لا تعلم عواقبه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر